انا عارف ان كتير من الناس هيقول طمحنا كتير من انا حاسين بكده وما فيش وقت الا وحاسين بده ممكن تقول لنا بقى ايه اللي بيخلينا نصدي عشان جايز لو عارفنا الاسباب نقدر نعالجها من اهم الاسباب اللي بتعرض الانسان للصدى ومن اشهره المال السريع ان الانسان يبقى ملول ملول وملول بسرعة ما عندوش صبر مش بس ما عندوش صبر ده ما عندوش طقطان ان هو يعيش الحياة على طبيعتها اللي ربنا خلقها فيحس ان الحياة عايزة تمشي بسرعة ليه؟ عايز حاجات تتغير طول وقت في عينه وفي حياته لكن وده لا يتعلم ولا يقدر يفهم الحياة ولا يقدر يدوء حلاوة اللي ربنا خلقه وايه اللي نابل الانسان بده؟ لما نسمع قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرها لا يقدمنا واحنا بنتأمل ايه اللي اصاب الانسان بهذا الملل السريع؟ ايه اللي حصل؟ ادمانه لوسائل التواصل الحديثة ومن كتر ما الانسان اندمج مع وسائل التواصل الحديثة وبيعد عن الانتماج مع البشر ومع الحياة اصابوا الكسل وبيحس بالملل بسرعة شديدة جدا جدا ليه طيب؟ لانه عايز دايما عارف بقى مد من دوبامين عايز حاجة تسيره دايما مش عايز يفكر عايز فعلا يعيش اثاره بس وعشان كده اهمته بقت ضعيفة ضعيفة في انه يطلب من ربنا المدد والعون ويستمر في الطريق لا هو مش مستمر في الطريق فما يستمرش في المحاولة وما يستمرش في التجربة ما يعملش تجربة جديدة لانه بيقطع حياته بالملل وعني حديث رسول الله سلم كان محذرنا من الحالة دي لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمله الحديث عنه ان الله لا يمل ولكن تمله فالملل والعياذ بالله من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يصدي ليه بتخلي الانسان يصدي لان الملل مش زي ما الناس متصورة بيشجع الانسان ويحفزه على انه يتحرك الاسف الملل بيخليه يكسل ويقف ولما الحاجة تقف تصدي تاني سبب بيخلي الانسان يصدي ادمان الضيق يعني ايه ادمان الضيق ادمان ان هو دايما يفكر بالضيق هو التفكير اه في حاجة اسمه التفكير الديق في حاجة اسمه الصدر الضيق في حاجة اسمه الخيال الضيق في حاجة اسمها النفس الديق انه واحد يدمن الديق في ناس كتير من كتر ما ادمانه انه هما يعيشوا في الديق ديق الهم والغم والقلق والخوف اعتادوا انه يشوفوا الدنيا الواسعة ديقة قوي فمهاراتهم بدأت تضعف انا كل المهارات وكل النعم اللي عندي هستخدمها في ايه ما الدنيا ديقة فخلاص ضعفت مهاراتهم وخلقهم ده وحركتهم تقلت فمن بقاوش يعرفوا تحركوا وخلاص فراتوا في كل حياتهم وبقاوا عايشين في السجن اللي هما نصبون نفسهم الحاجة التالتة بقا اللي بتخلي الانسان يصدي الاحساس بالوهن والعجز فكليل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذي اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل اكتر حاجة ممكن تصيب الانسان بالصدى هو احساسه بالضعف والعجز من امتى كان الانسان قادر على فكرة تعالوا نتناقش كده عشان نزيل بعض الشبهات اللي عندنا اللي تخلي الانسان يبرى لنفسه العجز والكسل ويبرى لنفسه الصدى هو ان امتى الانسان كان قادر على حاجة الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير احنا مش بنعيش بقدرتنا احنا بنعيش بمدد ربنا والسيل اللي احنا بنمشي فيه بنمشي عشان نشوف قد ايه ربنا بيمدنا كل ان نمد وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك احنا ماشيين عشان نشوف مدد ربنا ونمشي بمدد ربنا اللهم انت الصاحب في السفر ففي حقيقة واحدة بنعيشها ان اصحاب الهمم اللي حية بيعيشوا حياة منعمة اللي بيعيش بهمة ولبهم بتنبض بحب النعمة نعمة الله سبحانه وتعالى حيئة ان عين الحياة هو العيش بلا حول ولا قوة الا بالله العيش الحياة الحقيقية هو اللي عيش بلا حول ولا قوة اللي بيشوف ان الله سبحانه وتعالى بيمده ولا يعجز ابدا هو ده اللي عيش الحياة الحقيقية لذلك علشان الانسان يخرج من حالة الصدى ويعمل له كده جلاء بدل الصدى دي عارف نتيجة الصدى الطبيعية ايه؟ الكسر نتيجة الصدى الطبيعية ايه وايه؟ التحلل والتفكك فهو عشان يتخلص من الصدى لازم يفتكر دايما انه عبد ممدود من الله عبد مدبر له يعني دايما يتل على قلبه أليس الله بكاف عبده لدايما يتل على قلبه الله لطيف بعبادي فيا عباد الله احنا محتاجين نقوم لان الله سبحانه وتعالى لا يحب القاعدين محتاجين نتحرك واحنا عندنا يقين عايشين بحلاوة قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انسى بعضكم من بعض الله سبحانه وتعالى مش هيضيع عملي استمر حدها يقول لي بقى اصل الظروف بقى والاحداث وقفة في وشي وما فيش حياة بتساعدني وكل الظروف بتقومني وبتمنعني من ان انا اتحرك ليه بقى كل العبس زلي وما فيش عبس الله سبحانه وتعالى خلق مدرسة هي الحياة دبر فيها كل شيء للتعلم